تاح الموسم تزاماً مع بدء عروضه المسرحيات واللي افتتحتها ميعز الدين من خلال مسرحية زواج اصطناعي ونقدر نقول إن ظهور مي بالموسم كان استثنائي بكل معنى الكلمة فهي أصرت تتواجد وتقدم عروضها لجمهورها بالمملكة بالرغم من مرض والدتها فصرحت لنا إن بالتزامن مع توقيع العقد والدتها تعرضت لوعكة صحية واضطرت إنها تغسل كلا بشكل منتظم لكن وبالرغم من قلقها عليها حبث إنها توفي بوعدها للجمهور السعودي وحضرت لتقدم المسرحية اللي تعتبر الأولى لها على خشبة المسرح وبالرياض أيضاً مش أدر أقولك يعني هو ألأ طبعاً طبيعي جداً خوف لما بتبعيز تقدم حاجة حلوة والناس تحبها باب عارفة إن التوتر ده مهم ده حاجة مهمة وصحية بس هو سعاد بيزيد عندي الحقيقة اللي تحس مي طبيعي جداً لأسباب عديدة فبالرغم من خبرتها الكبيرة بالسينما والدراما كتب مسرحية زواج اصطناعي وأول عمل مسرحي لها وأول مشاركة لها بموسم الرياض هذا غير إن المسرحية هي الإفتتاحية للموسم أنا مش عايزة أرغلي كفاءت احنا مش فجون أنا عايزة عبارة عمو بيكا عمو الطيقة المدفع جاية السوري أن أنت تعرض أصلاً أول مرة مسرح يعني أول مرة توقف على خشبة مسرح في بلد أول مرة تروحها وكان نفسك تقدم فيها فنك من زمان لا هو معنى كبير والصراحة المسؤولية هي كبيرة جداً يا رب أكون قداماً أقول لك ما تعملش عليه بقى يا أخ يا رب أكون قداماً سوق قداماً واندا Certain Luv